طبعاً هايزين نتكلم ما أخذك في حاجات كتير تعال نبتديها بلقاء النهاردة وزي ما تقول كده يعني ما معناه مش طلبة بفاجآت غير صارة ولا نزيف في النقاط تعتقد حيكون فيه في لقاء النهاردة وخصوصاً البنك الأهلي برضو فريق مش قليل وعموماً الفرق على اختلاف مستوياتها كلها بتيجي في مطشاط النادي الأهلي وبتتوحش فتعتقد اللقاء النهاردة حيثمر عن إيه إن شاء الله بص هو طبعاً يعني لازم يعرفين إن الشهر ده هو شهر التحديات بالنسبة للنادي الأهلي فيه تحديات كتيرة جداً جداً على رأسها طبعاً وهو الحدث الأهم طبعاً هو النهائي الأفريقي طبعاً والحوالين النهائي الأفريقي من المشاكل والحاجات طبعاً اللي حصلة والظلم البين طبعاً على النادي الأهلي من خلال الاتحاد الأفريقي طبعاً يعني ده طبعاً هو ده الغالب على الصورة أنا عازر طبعاً اللعيبة والجهاز الفني لأن المقولة بتاعتنا دايماً بتاعت النادي الأهلي أن احنا بنفصل البطولات عن بعضها إنما ما حدش يقنعني أن الجهاز واللعيبة مش متأثرين هي البطولات هي اللي مش بتتفصل عن بعضها مش بتفصلنا عن بعضها ده إيه الجدول ده بجد تلاحم غير عادي بين المسابقات منين يود على فينك تلاشيش صعبة جداً كله دا كل في بعضه فالله يكون فعون للعيبة والجهاز لأن أكيد متأثرين بالحدث الأهم هو النهاي الإفريقي زي بقولك كمان المشاكل اللي حوالين النهاي المرة دي بالتحديد هي اللي مدية الحساسية ده للقاء وحظهم إنهم داخلين على أربع لقاءات في البطولة المحلية الغايبة السنة اللي فاتت فطبعاً يهمنا إن شاء الله طبعاً إن احنا نحرزها السنة دي ماتشاط مضغوطة خايفين اللعيبة خايفة طبعاً من أهم حاجة هي الإصابات لأن مفيش حد القدر له يصاب يلحق موضوع صعب جداً قريدي النهاردة فيه غيابات في المباراة بتاعتنا حوالي ثلاثة أربع لعيبة من اللعيبة اللي هي مين يا كابتن حشير؟ ديانجي النهاردة طبعاً هيبقى مش موجود فيه حمد فتحي برضو والاتنين من الاتنين الأساسيين السليا راجع طبعاً من إصابة فهو الله يكون في قون المدرب وفي الآخر تلاقي بعض الأقلام بقى والناس اللي بتتكلمون لك النادي الأهلي والأداء ومسلماني وأصل الفرص وأصل كذا موضوع صعب يا جماعة جداً جداً الراجل يحافظ على مستوى الأداء ومستوى أداء اللعيبة وحافظ على النتائج وحافظ على الفرق النقاط اللي بينه بين أقرب منافس وبيبص الإفريقيا موضوع صعب جداً جداً وزي ما احنا قلنا المساء القريبة من بعضها فيعني صعب على الراجل المطلوب من الدنيا كلها في التوقيت اللي احنا فيه هو التدعيم دعم الجهاز الفني ودعم اللعيبة بشكل كبير جداً لغاية ما يعدي بس على الأقل المرحلة اللي هي يعني احنا خدها حتى مراحل المطشاط اللي هي المؤجلة دي بتاعت البطولة المحلية مع ان شاء الله النهائي اعتقد اللعيبة على قد المسئولية زي بقولك الأحداث اللي حصلة الأخيرة دي بتستنفر الهمم بتزود الإحساس عند الجهاز واللعيبة ان فيه تصميم وإرادة ان هم يخوضوا في المباراة اللي هي المحلية ويحافظوا على الفارق وخصوصاً بعد إخفاق المنافس التقليدي انبارح في مباراته مع الجيش النهاردة مباراة همه جداً مع البنك الأهلي فرقة كويسة ترتبها معقول في بطولة الدوري بتعمل زي ما قلنا قدام الفرقة الكبيرة مطشاط كويسة معهم مدرب كويس عايزين يستغلوا برضو الضغط العصبي إلا على النادي الأهلي في دخوله في المباراتين وهو طبعاً دلوقتي الممثل الوحيد لمصر في البطلات الإفريقية فعايزين برضو يعملوا مطش قوي يعملوا نتيجة على النادي الأهلي واستغلوا الفرص اللي جات لهم وده يعني عادة زي ما أنت قلت يا كريم الفرق كلها بتبقى يبقى ترتيبه متأخر ولا مستوى ومش تمام وفجأة قدام النادي الأهلي الدنيا تحمر فإن شاء الله النهاردة اللعيبة إحنا بصراحة مش طالبين من النهاردة اللعيبة إنها تنزل تأدي أداء ما حصلش إنما تحافظ على توازن الفرقة والشكل العام بتاعها وإن شاء الله بإذن الله النتيجة اللي تديك بقى أفضلية خلال فترة دي مكسبك النهاردة بيبعد المنافسين عنك وبيأكد جدرتك بالصدارة دايما بعد أي إخفاق للمنافس بيبقى بيتمنى وبيستنى إنه هو الفرقة التانية اللي بتنفسه برضو عزيوة عشان تفضل عملية سجالة إنما مكسبك النهاردة بيديك دفعة وبيخلي النهارة التانية خلاص في إحباط يعني خصويا بعد ما نتش مبارح طبعا